دعت هيئة التقاعد العامة المتقاعدين أو ورثتهم إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وقالت الهيئة في بيان لها إنه على المتقاعدين داخل العراق أو خارجه كافة أو ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعد إلى تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال رابط تم نشره في وسائل الإعلام مضيفة أن ذلك جاء لغرض إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية حيث تقوم الهيئة بحملة إدامة البيانات استعداداً لإجراءات شهادة الحياة السنوية والتي تطبق بداية العام المقبل ولتحاشي توقف الراتب التقاعد